بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير جمهور النادي الأهلي العظيم أهلا بحضراتكم محلقة جديدة من برنامج الترينت بالتأكيد الناس كلها منتظرة النهاردة تفاصيل جديدة في الأحداث اللي احنا شايفينها على الساحة الرياضية اللي بالتأكيد خرجت كتير جدا برا إطار الرياضة والنهاردة وكما هو المعتاد زي ما انتم عارفين بيبقى عندنا فقرة إسبوعية في الفقرة الحوارية وهي مسمى بفقرة الفار وقلت من أول يوم في برنامج الترينت احنا عندنا ملفات في الفقرات الحوارية هنشتغل عليها ومن قبل ما نعرف المسم ده هيبدأ إزاي كانت من أهم الفقرات اللي بدأنا الكلام فيها فقرة الفار وكل حاجة قلناها في نهاية الإسبوع الماضي حصلت في الثلاث أربع أيام اللي فاته النهاردة فقرة مهمة جدا هنتكلم في التفاصيل كتيرة حاليا تريند السوشيال ميديا والخبر الأساسي في الساحة الرياضية محادثات الفار التسريبات صحة التسريبات من عدمها موقف اتحاد الكورة لجنة الحكام ملف شائك فيه تفاصيل كتيرة جدا لأن النهاردة هنتكلم في أمور كنا بقى أنا يومين بنتكلم فيها وبنطالب فين يا جماعة التسريبات اللي قلتوا عليها فين محادثات الفار اتنشرت وتقالت وكل واحد حاب يثبت أنه عنده قرينة وعنده مستند ولكن كان فيه رد فعل من الكابتن محمد عادل مش هدخل في التفاصيل دلوقتي ولكن بأكد لحضراتكم حالة النهاردة هتكون كاشفة نوعا ما في الأمور الرياضية والفنية أما الأمور اللي وصلت ليه جهات التحقيق أكيد لا تعليق عليها ولا هندخل في هذه التفاصيل انتظارا لنتائج التحقيقات اللي هتحصل في الساعات أو الأيام المقبلة لكن حالة النهاردة هيكون فيها تفاصيل مهمة جدا هنتكلم في أضايا زي ما قلت لحضراتكم مهمة جدا وكمان هنلقى الضوء على استعدادات الأهلي لمبارات زد اللي بإذن الله هتتلاقى بكرة الساعة 8 على ملعب المقاولين العرب لقاء الجولة التانية من الدوري ألعاب لكن بسرعة عشان وقت الحلقة واللي بالتأكد هيكون فيها تفاصيل كتيرة وبالمناسبة فقرة الفاري الحوارية النهاردة هيكون معايا فيها اتنين من خبراء التحكيم وللومبع طويل جدا في مجال التحكيم الأسبوع اللي فات كان معانا الكابتن ناصر عباس والكابتن محمد صلاح عبد الفتاح النهاردة معانا الكابتن ناصر عباس الخبير التحكيمي هنا في قناة الأهلي ومعانا واحد من المساعدين الدوليين اللي سفروا فترات طويلة جدا وكان أحد التواقم اللي موجودة على مستوى دولي كبير مع الكابتن جهاد جريش النهاردة معانا الكابتن تحسين أبو السادات حواليها مهمة جدا أكيد النهاردة هنديها مساحة كبيرة عشان نتكلم في هذه التفاصيل ولكن كالعادة نبدأ حلقتنا بسؤال حلقة النهاردة وسؤال النهاردة عايز عرف توقعات حضراتكم لنتيجة مباراة الأهلي وزد بكرة ممكن نتيجة المباراة بقى كام هل سكور عالي يكسب الأهلي زي ما كسب سراميكي خمسة اتنين ومن ممكن يسجل الأهداف تقدروا تشاركوا معنا في الإجابة على السؤال من خلال صفحات القناة عبر السوشيال ميديا صفحة الفيسبوك والإنستجرام وعلى منصة اكس والتويتات والتعليقات وفي الجزء الأخير هستعرض أكبر قدر من تعليقات حضراتكم على سؤال حلقة النهاردة لكن نروح دلوقتي بسرعة لعنوين الحلقة البداية في تريند الأهلي الفريق يختتم تدريبات اليوم لمواجهة زد في الدوري غدا كمان محمود ناجي حكما لمباراة الأهلي وزد وفي التريند العالمي صراع بين الهلال وبرشلونة للتعاقد مع صلاح نروح لاستعرض مباراة اليوم والنهاردة في جولة جديدة من مباراة دوري أبطال أوروبا الساعة 8 اللي ربع في مباراتين كلب بروجة هي لعب أستون فيلا وشاختار دونتسيك هي لعب يانج بويز السويسري الساعة 10 تم اللقاءات في توقيت واحد انتر ميلا هيستضيف أرسنال بايرن ميونيك هيستضيف بينفكا سبارتا براج هيستضيف ستاد بريست سيرفي نازفزيدا هيستضيف بارشلونة باريسان جيرمان هيستضيف أتاليتكو مادريد شتوتجارد هيستضيف أتالاندا وفينورد هيستضيف ريد بول ساليسبورغ دي أبرز مباريات اليوم مشاهدة ممتعة لكل السادة المشاهدين فقرة التوب نيوز ترند الترند الأخبار المستندات الكواريس كل ده بالتأكيد هنتناوله ولكن بعد الفصل أهلا بحضراتكم من جديد طوب نيوز دلوقتي في السوشيال ميديا والخبر العاجل اللي مطروح في الوسط الرياضي محادثات الفار بين محمد عادل ومحمد سلامة ميدو والقصة اللي بتشغل بال كل الرأي العام وقلت قبل كده اللي في الكورة واللي ما نشفه الكورة احنا هنا على مدار يومين ثلاثة في برنامج الترند كان لنا خط واضح من البداية عايزين نوصل للحقيقة هدفنا نعرف مين الصح ومين الغلط هل حكم كان عنده قناعات وراح صفر بالمخالفة لقناعاته ولا حكم الفاركة اللي دور تاني ولا اللجنة كانت ليها اسلوب معين في معالجة هذا الأمر أو خلافات ما بين أفراد المنظومة وصلت المشهد التحكيمي لللي احنا شايفينه دلوقتي احنا عايزين نوصل للحقيقة واحنا هنا من دي وان في برنامج الترند طالبنا وأكدنا على ضرورة وجود خبير أجنبي لإدارة ملف التحكيم في مصر وده مش معناه ان الناس اللي كانت قبل كده ليهم خبرات كبيرة في ملف التحكيم مش هتكون قادرة على إدارة الملف لا كانت قادرة على إدارة الملف في فترة من الفترات ولكن الفترة الحرجة اللي احنا فيها اللي احنا شايفينه دلوقتي على الساحة لا محتاج عنصر أجنبي بس عنصر أجنبي محاضر بجد يجي دير ومع مجموعة من الخبراء الأجانب يشتغلوا معاه مسؤول تقنية فار مسؤول يشتغل على المساعدين ويكون معهم حد من الحكام الدوليين السابقين اللي مشهد لهم بالنزاهة والكفاءة والشفافية يكون موجود عضو لجنة كمسؤول إداري أو فني يتعلم من الموجودين عشان يكون حلقة الوصل ومرشد لهم إيجابي مع العناصر اللي بتشتغل في التحكيم ده كان دورنا في برنامج التريند ولما عملنا فقرة الفار كان ده الهدف بتاعنا ولكن اللي حصل الفترة الأخيرة إن ده اللي بيدل على حاجة من الاتنين يا إما فعلا حكم كان ليه قناعات ولما راح سمع رؤية أو تدخل الفار فضل متمسك بقناعاته وراح صفر عكس قناعاته دي واحد اتنين إن اللي حصل ده كله مش هو الحقي طب عشان نعرف اللي حصل ده نتناقش إزاي نتناقش بأول حاجة نحط مبدأ إحنا طالبنا إن المحادسة أو من قال إن فيه محادسة وإن فيه تسريب حصل يعلن وينشر عشان الشفافية وعلى مدار يومين طالبتك ده إلى أن نشر الزميل الصحفي أحمد عبد الباصد بالأمس تأكيدا لما قاله قبل كده وإحنا هنا كنا بنطالب يا إما اللجنة أو الاتحاد كورة يعلن موقفه من اللي قاله محمد عادل في جلسة الاستماع يا إما الزميل الصحفي أحمد عبد الباصد ينشر اللي بيأكد كلامه فهو مبارح نشر اللي أكد كلامه ولكن في نفس الوقت خرج الكابتن محمد عادل ونفى بس مش نفى وبس ده النهاردة تقدم ببلاغ للنقب العام فيما حدث في كل هذه التفاصيل طب إحنا دورنا إيه هنا دلوقتي طالما الملف أمام جهات التحقيق فلا تعليق ننتظر ننتظر جهات التحقيق هتوصل لإيه وهتثبت مدى صحة المحادثة اللي نشرت بالأمس أو عدم صحتها الكابتن عادل أكيد بيحاول يثبت إنه هو كل ما نشر ما لهش علاقة به أو اللي تقال في المحادثة هو شايفه من وجهة نظره من الصح والزميل الصحفي أحمد عبد الباصد بينشره بيقول ده جالي كذا كذا ونشر المحادثة عشان نوصل في الآخر إن قناعات الحكم كانت عكس القرار اللي صفر به واحتحسب به ضرب الجزاء لنادي الزمالك طيب أنا قلت خلاص قصة الواقع نفسها والقرار مش هدخل في تفاصيله إنه في جهات تحقيق دلوقتي هي اللي بتبحث وبتدرس الملف من أوله لآخره من إيه توزد بتشوف الكلام ده صحيح ولا لأ التسريب ده صوته ولا لأ المحادثة سياقها ماشي بالترتيب ده ولا لأ لأنه برضو محادثة الفر لها سياق معين هل حصل فيها منتاج هل ده الملخص بتاعها أي أن كان بقى نتيجتها ننتظر جهات التأحيل ده اللي هتقوله فيه الفترة اللي جاي ولكن أنا هنا أمام نقطة تانية مختلفة تماما ألا وهي هو اتحاد الكرة فيه هي لجنة الحكام فيه يعني لجنة الحكام فيها تخبط مش طبيعي هنوقف الحكم لأ ما وقفناش الحكم الحكم راح جلسة الاستماع مع الكابتن جمال صدق المستشاري القانوني نافع كل حاجة فانتظرت اللجنة تطلع بيان أو تثبت بقى صحة أداء أو عدمه ما فيش حاجة سيلنت مش موجودين خالص الاتحاد الكرة أقرى تصريح لأستاذ جمال علام بيقول سيتم فتح تحقيق في تسريب المحادثة يعني أنت بتصريحك ده بتأكدها ولا بتنفيها بتصريحك ده أنت لسه هتفتح تحقيق ما فيه تحقيق بقى له يومين ثلاثة طب حكم الفوار لغاية اللحظة دي راح الاتحاد أدل بأقواله ولا مرحش هو الاتحاد ليه بيتعامل مع المنظومة على أنها هوى قدامه مش موجودة أنا لسه هديك أمثل على اللي حصل في الدوريات الأوروبية عشان نعرف برضو قانونية أن المحادثات دي بتطلع إزاي وده الجزء اللي هتناقش فيه النهاردة مع الكابتن ناصر عباس والكابتن تحسين أبو السادات لأن الجزئيات اللي زي دي ليها تفاصيل وليها رولزو معينة وبروتوكول من الآيفاب فمحتاجين نفهم هو الاتحاد فيه من اللي بيحصل اتحاد الكرة ليه سيب الأمور كده من غير ما يحسمها طب ما الاتحاد عنده المحادثة بالكامل الهارد نفسه اللي عليه محادثة الفار بتوصل لللجنة وبتوصل للاتحاد ليه الاتحاد ما أعلنهاش كده كده على فكرة خدوا بالكو طالما الموضوع وصل للنائب العام والنهارده كابتن محمد عادل كان عنده جلسة يعني مطولة أعتقد لغاية دلوقتي لسه مستمرة مقدم فيديوهاته مقدم مستنداته وجلسة تحيي طويلة مع المحامل عام الأول فالهارد اللي موجود في شركة الفار أو مع اتحاد الكرة ده أكيد هيتم الاستعانة بيه عشان يبقى استدلال ليهم تفاصيله ده متطبقة مع ده ولا لأ ده ألف بيه أكيد هيحصل يعني بس أنا أتكلم عن الشرق الرياضي وده الشرق اللي يخصنا أنا مش عايز أتكلم على الشرق الجنائي أو الإجراءات القانونية في مثل هذه المواقف والأحداث لكن فين اتحاد الكرة في الشرق الرياضي في مثل هذه المواقف مش موجود خالص على الساحة ليه مش قادر أفهم اللجنة يتقول حصل يتقول ما حصلش اللجنة ملتزمة الصمت هل اللجنة جزء من المشكلة يعني هل لجنة الحكام هي جزء من المشكلة هل هو فيه صراعات وصالة المشهد التحكيمي في هذه المباراة للصورة اللي احنا شايفنا ما احنا في النهاية هنا عايزين نوصل للحقيقة ليه عايزين نوصل للحقيقة لان ده الأساس اللي هنبنى عليه كل الفترة اللي جاية عايزين نعرف مين بيشتغل صح ومين بيشتغل غلط مين بيشتغل بانتماء ومين ما بيشتغلش بانتماء مين ليه مصلحة شخصية ومين ما لوش مصلحة شخصية الناس ممكن تنزعج من المشهد اجمالا ولكن بالعكس المشهد ده هنبنى عليه كل اللي جاي لأن الله أعلم المشهد ده تقرر في السنين اللي فاتت كم مرة وإحنا ما نعرفش وإحنا هنا مش طالبنا كذا مرة إن محادثات الفار يتم الإعلان عنها ولما جاء ماركت لتنبرجي نشر ده وقال ده اتحارب من جوه للتحاد وتحارب من جوه لجنة الحكام وتحارب من أحد رئساء الأندية أحد رئساء الأندية للصابقين أو رئيس نهادي صابق يعني مش ده حصل وقالنا الرجل ده بيعرض محادثات الفار ودي الشفافية اللي احنا عايزينها كان عنده الرجل كان بتحارب من كل حتة من الاتحاد ومن مجلس الإدارة ومن لجنة الحكام ومن أحد الأندية اللي بالتأكيد عايزة تبقى مشة كده يعني لكن المشهد اللي حصل ده أكيد من يوم في المياه هيوصلنا للنتيجة السليمة وأنا مبسوط اللي احنا بنحاول قدر الإمكان نوصل للنتيجة المحادثة طلعت كابتن محمد عادل بين فيها وتقدم ببلغ لنها بالعام وعنده ما بيقول يعني أنه عنده ما يثبت أن الحاجات دي مش حقيقية الزميل الصحفي أحمد عبد الباصي اتنشر وقال أنا عندي انفراد ونشر احنا في النهاية قاعدين مستنيين ونشوف اللي هيحصل ولكن هل اللجنة ممكن تطلع في الساعات اللي جاية تتكلم مش عارف بس المؤشر كده يقول لك لا كله ضرب غطس الاتحاد نفسه ضرب غطس انت تعرفوا أن فيه أعضاء في مجلس زارة الاتحاد مستائين جدا مما يحدث سلقان على الساحرة الرياضية وهم أصحاب القرار طب انت مستاء ما اتخذتش موقف ليه ما استدعتش لجنة الحكام ليه ما طلعتش بيان رسمي ليه انت فين من كل ده عايز أليكو على حاجة المشهد ده هي قدنا لحاجة واحدة سرعة تعيين خبير أجنبي دي النهار ده قبل بكرة لمنظومة التحكيم عشان توفر له كل سبل النجاح ما خلاص المشهد بالشكل ده حتى لو التسريب حتى فيما بعد تلقى صح ده إذا تلقى صح مثلا الله أعلم ما ليش علاقة بالقصة صح ولا غلط بس ده إذا تلقى صح ده انت عندك مشكلة تانية دلوقتي جوه اللجنة هل المحاسسة اللي بتطلع ديه قانونية ولا مش قانونية صح ولا غلط يعني الناس اللي بتدير دلوقتي ملف التحكيم كمان أصبحوا أمام الرأي العام جهة لازم يتم مسألتهم على اللحصل عشان نعرف الموقف الفني والقانوني في مثل هذه المواقف طب حاجة تانية اللجنة دي هل لها دور ولا ملهاش دور ده اللي لازم يقوله اتحاد الكورة هل لجنة الحكام لها دور في اللحصل ده ولا ملهاش دور كافة الخطوات اللي المفروض بها يقوم بالتحاد الكورة في الساعات اللي جاية لازم يعلنها كافة الخطوات هيحقق في التسريب هيحقق في صحة الكلام من عدمها هيحقها في الكلام اللي قاله عادل صح ولا غلط كل ده خطوات لازم يتم الإعلان عنها بشكل رسمي وفي النهاية بقى عشان نوصل للنتيجة أي أن كانت القرارات اللي تطلع بها القضية دي احنا في انتظار ان اللي ييجي بعد كده يكون عنده قرار بالإعلان عن كل ما يحدث في المحادثات الظار في كل المباريات عشان يبقى فيه شفافية بقى وعارفين ساعتها مين اللي بياخد حقه بجد ومين اللي بيتجامل مرة واثنين وثلاثة بس في الرابعة والخمسة ظهرت واتكشفت عايز أدي استدلال على حاجة مهمة نقولتها فاكرين لجنة الحكام في الدور الإنجليزي حصلت مشكلتين قبل كده ماتش ليفربول وتوتنهام والمباراة اللي انتهت 2-1 وقتها ولجنة الحكام في الاتحاد الإنجليزي اعتذرت لنادي ليفربول بعد قرار الحكم بإلغاء هدف الكولومبي لويس دياز أحرز هدف لليفربول في مرمى توتنهام تمام؟ لجنة الحكام واتها طلعت بيانه فاكرين للعبة دي حصل خطأ من المساعد أو حصل خطأ من الفار اللجنة طلعت بيان اعترفت أن فيه خطأ بشري حصل وقالت أن هدف دياز تم إلغاءه بعد تسلل لكن قرار خاطئ وواضح وكان يستحق احتساب الهدف رغم تدخل الفار واللجنة قالت في بيانها سنكون بإجراء تقييم كامل على الأمور كلها اللي حصلت وتم إصدار قرار بإيقاف حكم الفار ومساعده بسبب عدم احتساب هدف لليفربول ضمن الجولة السبعة في منافسات البريمير ليج هذه واقعة ليفربول وتوتنهام واقعة تانية قدامكم على الشاشة هي باتش ليفربول ومانشستر سيتي الواقعة دي علق عليها مين هارتويب رئيس لجنة حكام في الدولة الإنجليزية على فكرة بيعمل برنامج بيحلل في الحالات التحكمية بس عمره ما عرض في البرنامج بتاعه أي محادسة فار قدامكم هي الحالة الحالة دي كانت في الموسم الماضي طلب فيها باك إليستر بركل الجزاء لصالح ليفربول وقابل ديئة من اطلاق صفورة النهاية في الجولة التمانية وعشرين حصل التحام بين جيرمان دوكو جناح منشستر سيتي مع ماك إليستر لعب وسط ليفربول وكان ساعتها داخل منطقة الجزاء وما تحسب شراك للجزاء مايكل أوليفر الحكم عمل إيه راح للحكم الفار وقعدوا يتناشوا وقعدوا يتكلموا وفي الآخر ما احتسب شراك للجزاء طب إيه اللي حصل الاتحاد الانجليزي ولجنة الحكام عرضت محادسة الفار بس على إيه على حساب البريمير ليجر رسمي وعتذرت عن الخطأ اللي حصل وقالت وقتها أن حكم الفار أخطأ وحكم المباراة أخطأ هي دي الشفافية اللي احنا عايزينها هي دي قصة محمد عادل ومحمد سلام ميدو ولجنة الحكام اللي ما بين قصين داخل الدائرة اللي احنا بنتكلم فيها واتحاد الكرة اللي عامل نفسه مستامع ومشايل لسه القضية مستمرة ولسه فيها تفاصيل ولكن في فقرة الفار الحوارية هنتكلم باستفادة أكثر عندنا أخبار مهمة ولكن بعد الفصل عاقب حلقة الأمس على طول كان الاتحاد الدولي نشر على موقعه الرسمي القواعد المتعلقة بلوايح ونظام بطولة كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الأمريكية عشرين خمسة وعشرين وإحنا قبلها باربعة وعشرين ساعة وتحديدا في حلقة يوم الاتنين اللي فات يعني بالزبط من تمانية واربعين ساعة طلعنا وانفرضنا بقواعد القرعة وشكل وترتيب المجموعات وقلنا ساعتها الترتيب ماشي ازاي في المجموعة المجموعة الأولى بتواجه التانية التالتة بتواجه الرابعة مطشاط الكوارتر فاينال دول الستاشر السيمي فاينال مباراة رقم كذا بتلاعب مباراة رقم كذا الفرقة اللي هتسجل لها بيها بالعدد كذا قلنا كل حاجة في حلقة يوم الاتنين عشان بعدها باربعة وعشرين ساعة بالأمس الثلاث الاتحال الدولي ينشر على موقعه الرسمي كل التفاصيل اللي احنا انفرضنا بيها بخصوص قواعد منديال الأندية عشرين خمسة وعشرين تعالوا اسمع ونشوف انا قلت ايه في حلقة يوم الاتنين لان بعدها باربعة وعشرين ساعة الفيفا ناشر رسمي كل التفاصيل اللي احنا اتكلمنا فيها ونرجع لنلسة عندي تفاصيل جديدة الفيفا اتخذها بشكل رسمي كقرارات في الساعات الماضية وهتعلن بس ام تبع الله اعلم ممكن تعلن بعد ما خلص الحلقة ممكن تعلن الاسبوع اللي جاي ولكن دايما احنا هنا معودينكم في برنامج التريند على شاشة الاهلي لازم يكون عندنا كل الجديد وكل المستجدات خدمة فايف ستارز لجماهير النادي الاهلي نتابع على نهاردة بنكشفه لأول مرة عن قواعد الفيفا في قرعة مونديال الاندية وعايز اكد لحضراتكم ان الاتحاد الدولي فيفا بيستعد للاعلان عن عدة مفاجآت على هامش قرعة مونديال الاندية في الولايات المتحدة الامريكية وبالطبع في ظل وجود الاهلي فاكيد المفاجآت هتخص الاهلي وكل الفرق اللي موجودة فاحنا امام حدث استثنائي وعالمي كبير جدا الفترة اللي جاي طب تعالوا نستعرض مع بعض الفيفا لما حب يبدأ يعمل ليحة منظمة لشكل القرعة توصل لإيه؟ واحنا قدرنا نتوصل لده ونستعرضه النهاردة معاكم على الشاشة لأول مرة ده قرار المجلس التنفيذي للاتحاد الدولي اللي بيقول فيه سيتم تقسيم الفرق إلى مجموعات عن طريق تصنيف والقرعة ستكون علنية مع الوضع في الاعتبار أن القرعة هتتم بناء على التصنيف والعوامل الرياضية والعوامل الجغرافية وبالفعل الفيفا مبارح نشر الليحة والليحة فيها كل المستندات اللي احنا كنا استعرضناها في حالة يتأول أمس يوم الاتنين اللي فات وتكلمنا وقلنا في السياق الحالة طبعا مش عارض خمس ست دقيق قلنا على الهواء يعني لكن استعرضنا قلنا عدد اللاعبين المشاركين قد ايه اللي هتسجل قايمة بعدد قد ايه وقلنا البطولة سياقها وتنظيمها وبإذن الله الفيفا فعلا بيستعد للإعلان على المفاجأة على هامش القرعة لكل الأندية ولكل الجماهير اللي بأكيد بتنتظر مشاهدة فراءها في هذه البطول النهاردة احنا بنا نفرد بتفاصيل جديدة تم اتخاذها رسميا وهتعلم في الساعات القادمة في الأيام القادمة ولكن احنا دايما بنحاول نسبة بخطوة أو خطوتين ايه هي؟ قولكم عارفين ان الفترة الاستثنائية لتسجيل الصفقات الجديدة هيكون في الفترة من 1 ل 10 6 في 20 25 ده معلوم للجميع من بدري ولكن طب انت عشان تبعث قايمة مبدئية اللي احنا قلناها قبل كده من 26 لعب لخمسين لعب دي القايمة المبدئية تبعث 26 40 50 بس ما تزيدش عن 50 امتى معاد ارسال القايمة المبدئية الفيفا حدد رسميا 31 مارس 20 25 موعد نهائي لارسال القايمة المبدئية هتبعثها 26 وكين تحور هتبعثها 50 مفيش مشكلة بس القايمة المبدئية توصل للفيفا بتاريخ 31 3 25 طب القايمة دي عشان تختصرها هتختصرها تبقى كم؟ 35 او الحد الابنى 26 اوكي برضو ده مش جديد بس الجديد القايمة دي عشان تبقى نهائية يتم تسجيلها امتى؟ يوم 10 6 يوم 10 6 اذا قايمة الاهلي المبدئية لازم ترسل قبل 31 3 20 25 وعشان تختصرها اخر معاد لاختصارها لـ 26 او 35 لعب في الرنج ده يعني يوم 10 6 عايز اقول لكم وزان انت شايفين طبعا على الشاشة دي يمكن انفراد لبرنامج التريند بلواح القيد في كاس العالم للاندية طبعا الناس تقولك من 1 الى 10 6 معروفة بس النهاردة احنا جايبين لك المعاد الجديد انه 31 مارس هتبعت القيمة المبدئية ويوم 10 6 هتسجل القيمة النهائية وانت شغل في البطولة عايز تسجل لعيب مكان لعيب عقده انتهى ما انت عندك لعيب ممكن عقده انتهى 36 طيب الفيفا داك الحق انك تستبدل في الفترة من 27 6 لـ 37 25 بس اخدوا بقى الحتة اللي جاية دي انتوا عارفين انك لك الحق انك تستبدل حارس المرمى في القيمة النهائية قبل اي مباراة بـ 48 ساعة في حالة من الاتنين لقدر الله الاصابة الخطيرة او لو لقدر الله في مرض يعني على مدار البطولة في اي وقت لك الحق انك تستبدل حارس المرمى من الاسام اللي معاك وتجيب حارس مرمى بديل لي لو لقدر الله في اصابة خطيرة او حالة مرض قبل 48 ساعة من المباراة اذا الاهل باذن الله على موعد لارسال قيمته المبدئية يوم 31 3 ويختصرها يوم 10 6 وعنده فرصة في اول 10 تيام من شهر 6 يجيب صفقات جديدة عشان يسجلها يبقى احنا دلوقتي نستعد في انتقالات يناير نصبط القيمة نجيب اللي احنا عايزينه عشان نبعد قيمة مردئية في 31 3 ولو لسه نعمل صفقة في الصيف عندنا اول 10 تيام من 6 اتحاد القرى يفتح استثناء للاهل ويجيب صفقات ويسجل اخر معاد يوم 10 6 باذن الله لسه مستمرين في الملف ده لسه عندنا تفاصيل اكتر معاد القرعة قايلين من قبل كده مبدأي 5 12 ولكن تصنيف الاهل هيبقى ازاي توزيع الان ده احنا شرحناه الموضوع الجغرافي الموضوع الرياضي ليلة كبيرة جاية علينا الفترة جاية بس اكيد فيها اخبار هتبقى مبشرة الموضوعين النهاردة عايز اتكلم فيهم في بداية برنامج التريند موضوع التحكيم وكأس العالم للاندية نخرج الى فاصل وبعد الفاصل الفقرة الحوارية فقرة الفار مع الكابتن ناصر عباس والكابتن تحسين ابو السالد اهلا بحضراتكم من جديد وبالتأكيد هذه الفقرة الحوارية اللي فيها تفاصيل مهمة جدا في الاحداث السخنة اللي احنا شايفنا على الساحة الرياضية فقرة الفار نتابع معانا الفقرة فقرة الفار زي ما اتفعل من الاسبوع اللي فات هيكون فقرة مختلفة في تفاصيلها وفي مضمونها الفار النهاردة على شاشة قناة الاهلي الهدف منه انه يبرز الحقيقة الوضع اللي احنا فيه دلوقتي كمشاهد تحكمية ايه الصح وايه الغلط كنا عايزين نسمع ونشوف هل في محادسة ولا ما فيش محادسة بس لما هرجت المحادسة تم نفيها وتقدم بلاغات مش هنروح للشق الجنائي ولا الشق المتعلق بالتحيئات كل الثقة بالتأكيد لرجال التحيئة واكيد هنتابع عن كاسب خلال الفترة اللي جاية النتائج اللي هتظهر من خلال التحيئة اللي هيتم في هذا الشهد ولكن احنا النهاردة هنتكلم تحكيم هنتكلم على الفار المحادسات هل ممكن تتسجل بموبايل جوة الغرفة هل الغرفة فيها امكانيات تسمح ان حد يدخل بتليفون ويسجل ولا الهاردة بيروح لللجنة واللجنة هي اللي بتشتغل على ده كل التفاصيل دي اكيد هنسمحها ونسأل فيها خبراي التحكيم اللي معنا النهاردة وليهم بقى طويل جدا في هذه الجزئيات وعن نرد كمان على اخبار كتيرة بتتقال في هذا الشكل ان في النهاية هنا على شاشة الاهلي ومن خلال النادي الاهلي المطلب الرئيسي في هذا المشهد وفي هذه المنظومة لابد ان تحدث فيها تطوير كبير جدا بالاستعانة بخبراء اجانب واكيد كلنا رايحين للسكة دي نتيجة المهازل اللي احنا شايفينها سواء في اتحاد الكورة او حتى في لجنة الحكام في البداية بالتأكيد برحب بالخبير التحكيمي الكابتن ناصر عباس كابتن ناصر منور الدنيا تحاية لك يا محمد وتحاية لكل مشاهدي قناة النادي الاهلي وبرحب بيك ويا رب وفقنا النهاردة نعمل حلقة كويسة برحب طبعا بالكابتن تحسين أبو السادات ان شاء الله ربنا وفقه بإذن الله ونعمل حاجة كويسة كابتن محمد سيب لي بفرصة يا رحب طيب رحب هذا القرار على طوله يصفر بالتأكيد برضو معنا النهاردة واحد من الحكام الدوليين المساعدين اللي كانوا موجودين وكانت واجد قبل كده في حالات تحكمية حصلت فيها مشاكل في تقنية الفار كابتن تحسين أبو السادات تم نور الدنيا وأهلا بيك على شاشة قناة الاهلي من وراء بجودك يا محمد وشرف لي أننا موجود معاكم النهاردة وإن شاء الله نقدر نقدم للمشاهدين أو نوضح لهم الصورة الضبابية للناس مختلفة عليها نقدر نوضح لهم البروتوكول وإيه اللي وصلنا اللي احنا وصلنا له في مجال التحكيم والطريق اللي احنا دخلنا فيه أو النفق اللي احنا المظلم اللي احنا دخلنا فيه نقدر إن شاء الله نوضح لهم الأسباب إيه اللي وقدت لكده طيب كابتن نصر اسمح لي هيزدى بكابتن تحسين لأنه عندي لي كذا سؤال كابتن تحسين أنت كنت على اعتاب الانضمام للجنة الحكام الحالية ما أسباب عدم تواجدك أو من رشحك ومن اعترض على تواجدك أنا ما ما تبلغتش رسمي أني أنا مترشح وما كنتش أعرف اللي في الكواليس ولا أعرف من يعترض ولا من كان مؤيد ولكن الخبر ده لسه أسمعه من حضرتك بالوقت أنا كنت عندي معلومة أنه تم ترشيح الكابتن تحسين أبو سجاك وأحد أعضاء اللجنة رفض وجوده وبالتالي حصل تغييرات داخل اللجنة الناس دخلت ناس خرجت لا اتفعوا على وجود التلاتة المشهد كان مختلف كابتن نصر هنكمل مع تحسين ولا نبدأ جديد لا أسألك بقى على جزئية دي تشكيل اللجنة كانت فيه كواليس ونفجية درواتي كابتن تحسين في الجزئية دي كابتن محمد من 18 إلى 10 ونحن نتكلم في قصة اللجنة الحكام عندها مشاكل سيئة عن كده نتكلم من محمد فاروق بس أنا عايز أقول حاجة يا ريت مسؤولي اتحاد الكرة النهاردة يكونوا يتفرجوا علينا ويشوفونا أنا أتمنى أتمنى النهاردة أن الناس تشوفنا النهاردة وتشوفو هنقول إيه إحنا مش معا ولا ضد بس عاوزين نقول تطوير التحكيم يبدأ يتبعوا ويتفرجوا ما تلاقش أكيد محمد فاروق بعد مبريلة مشي الراجل راح لشيس جمال العلام قال له أنا كان معي ثلاثة كانوا موجودين مشيوا كان أحمد ساهر أحمد الجرحي سعدة وغفور دول ثلاثة فمن فضلك أنا عاوز أشكل لجنة الحكام عشان هبدأ موسم جديد فضلك وفق لي على تشكيل لجنة الحكام وحطنا تشكيل اللجنة وأنا بمسؤول رسمي عن لجنة الحكام قال له محمد إحنا فضلنا شهر اشتغل بالنس اللي معاك خلي بالك من النقطة دي مهمة قوي لدي سبب المشاكل محمد تمام اتدي الشهل بالنس اللي معاك وإحنا فضلنا شهر وإيجي الرئيس الاتحاد الجديد يبقى يشوف هيعمل ايه محمد قال له اللي عندي منافات كتيرة جدا وأنا مفترض أن أشتغل مع الناس المهم الكلام ده اتخذ ثلاث مرات بدليل محمد قبل ما يروح السوبر قال أنا لو متوفقش على طلباتي هرجع من السوبر وهقدم استقلتي كان من ضمن الناس اللي معروضين كان تحسين ومشهدات كان أيمن دي جيش سيد مراد كان أحمد الجرحي وكان سيد بغفار كل الكلام ده اترافض 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 وفضلت اللجنة لآخر اللحظة لما حصلت مشكلة استهالية إبراهيم ورجوعه وقفوا على رجوع سيد مراد مع احترام طبع الأرقاب ومع سعيدة ووفاء فقط لغير فقط لغير ده اللي حصل ولكن أنا بأتكلم أكتب المحمد على المشكلة لو أنت حدك تفتكر المشكلة بدأت ازاي بدأت من أول ما بدأت أن انتحاد فريقيا عمل معسكر للفار المفترض هو طلب حكام النغبة عشان يروح المعسكر اللي حصل كالقاتي اتبعت حكام ما احترام لهم كلهم مش حكام نغبة ولما تسأل في تحاد الكرة الناس دي مين اللي بعت كل واحد قال لك مش أنا لدرجة أن فيه أعضاء لجنة مش عارفين الجواب ده جي إمتى والناس دي ترشحت إمتى والناس دي رحت إمتى وعلى إيسا سراح وحصل تحقيق في القصة والأمور عدت دي أول حاجة تاني حاجة نروح لي موضوع القيمة الدولية القيمة الدولية بنتكلم على عدو حط قيمة وعدو تاني جي تاني يوم حطوا قيمة دولة دي كلها خلي بالك عايز تقول دي مقدمات اللي احنا فيه ده ده أسباب اللي احنا بننصله أنا بس لسؤال اتحاد الكرة فين وإحنا عندك درز انذار واحد اتنين حصلت كذا مرة بظبط كده دي كانت تاني حاجة بقى فيه تحدي تحدي مين بقى فيه عند نهاردة بنكلم على لجن الحكام كانت محمد لجن الحكام زيها زي الحكام في الميدان أربعة على الأرض الميدان اتنين في الفوار لو الستة مش على قلب وراجل واحد وبيخافوا على بعض الموتش يافشل بنجي نكلم على لجن الحكام حاكم بيطلع في الفضائية أو بيطلع على قناة وبيقول كلام حاكم تاني بيطلع بيقول كلام حكام بتطلع دي كانت جزر يعني جرز انذار جرز انذار لالتحاد الكرأ ما أخدش قرارات بيجي النهاردة محمد بيطلع يقول كلام بيقول كلام الدنيا مش بالزباد دي كلها أمور تعالي بقولك على مفاجأة موضوع محمد العادل وهو المعصر الأول انت اخترت أنا بكلمك على العدالة اخترت جميع حكام الدوليين ومساعدين في المعصر الأولين في الفوك الأول الفوك الأول هو ما انتخذش هو كان عامل حسابه يروح لهذا الفوك مرحش محمد العادل ملعبش ولا مباراة ولا مباراة في دول المحترفين المباراة التحضيرية ليه لدوره ممتاز ملعبش ولا مباراة محمد العادل مرحش الصوبر خلي بالك دي كم حاجة ثلاث حاجات كل دي مؤشرات محمد العادل جاء اتحاد الكرأ قعد يوم كامل عشان مضعه الكامل الدولية محمد العادل جاء اللي ومش بالاسم في الأردن اترافت وده احنا مفرضنا به الاسبوع الفات وإحنا قلنا الاسبوع الفات مع حضرتك كل دي حاجات بتتعامل تعال بقى نشوف المجاملات اللي حصلت وذلك الاتحاد الكرة بعيد تماما طبعا ناسم برضو الطرف التاني يقولك ايه انا كل ده حصل بس برضو حطيته في اول مباراة في الدوري انا لو ضده مش هحطه اول مباراة انا برضو رجب كل ما اقول للطرف أنا جايلك يا كاتل انا جايلك انا جايلك في المعسكر اللي حصل حنتكلم عنيه تطوير يا جماعة انتو عاملين تقول تطوير 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 انتو شفتوا التطوير طيب هل ينفع النهاردة معسكر تحضير يا كاتل محمد بتعمل من ثلاثة ايام يومين بس ايه اللي حصل فيه مافيش ولا تدريب على الفبارة عمل ولا تدريب ولا تدريب انت بتكلم الكلام ده حصل بعد كده بعد ياب اسبوع رحوا لمعادات الاتحاد افريقى وانت عارف القصة وعملو استأذنوا الكاف واخدوا القاعة والمعدات ولكن لما نكلم على معسكر تحضير يا جماعة لدور مصر كبير جدا جدا اندية كبيرة وتنافس اندية بتاخد بطراتفة افريقيا خلي بالك لو انت مسؤول مش حاسس بالمسؤولية سيبي اللجنة وامش بالمناسبة كمان مش قصة عادل بس ده حتى محمد سلام اميدو ما كانش في الفوج الاول وراح اخر اربع ساعات في الفوج التاني حاولك على مفاجأة بقى المعاسكر الفوج التاني هل من المعقول يا مسؤول بتعليق الحكام يا بتاع التطوير هل معقول ان الحكام تنزل في تدريب عملي بالزي العادي يوقفو زي ايه ده جديدة بالزي العادي مثلا زي اللبس لبس الخروج العادي لبس الخروج عادي اه يوقفوا في الملعب وتشرح لهم العملي ده ما حصلش ده اول مرة شوفه ما لبسوش لبس التحكيم لا مفيش الفوج التاني حصل الكلام ده ولا بكلمك على اللي حصل فين التطوير طيب طيب السؤال بس من نابع عشان خاطري انا عايز اروح بس لكابتن تحصيل في جزئية مهمة جدا اه لو عاتي ختم بالسؤال سريعا السؤال نيجي بقى المجاملات وسريعا انا النهاردة بتكلم على يقاف حكم امين عمر امين عمر اتوقف في المسلم اللي فات من الجولة التانية اللي جاله سات ليه كان عنده مشكلة كماتش لما جاله نهاردة انا لعب حكم اخطأ في مباراة الاعب في اول جولة لما جاله نهاردة لعب ثلاث حكام راسبين في الورنر والناس التانية اللي نجحته بتعب توجهة قاعدة في البيت بتتفرج هي دي عدلة كابتن محمد لما طلب الحكام العدلة لابد انا كرئيس لجنة او كمسؤول لابد ان انا انافذ العدلة بين حكام اروح بالكابتن تحسين ابو السادات في جزئية مهمة جدا اللي هي علاقة بالفار وانا استفيد بخبراته لذي كان متواجد قبل كده في كذا مباراة وحصل فيها حالات فار وحنا في شهر رمضان اللي فات يعني اتكلمنا في قصة كده كانت مباراة تتلاقي في السويس وهو حتى يعني ايه رمى كومبيلة وفي الاخر عرفنا المباراة دي الاهل يخسرها ليه كابتن تحسين تقنية الفار اولا هل يجوز ان حتى يخش عربية الفار مع التليفون الموبايل لا طبعا ممنوع ولو حتى معاه الموبايل ما عندوش تقنية ان ياخد معلومات من عربية الفار او ياخد اي داتة من عربية الفار التقنية الحيطة دي كويسة اوي يعني الحكم او الأوبريتور اللي داخل العربية صعب يستخدم الموبايل جوة العربية انا بتكلم على الحكام الحكام خلينينا ما يقدروش ولا معاهم أي تقنية أن ياخدوا أي حاجة من المباراة خالص طيب محادسة الفار اللي شغالة أثناء المباراة ما بين حكم الملعب وحكم تقنية الفار بيسمع فار هل الصوت عشان بس أوصل للناس الجزئيات دي هل الصوت اللي في العربية ما بين حكم الملعب وحكم الفار مسمع في العربية والأوبريتر سمعه لو مش مع السمعه في ودنه وحادسة التليفون قدامه الستة اللي سمعين دايرة مغلقة بين الستة حكامه والأوبريتر دايرة مغلقة يعني ما فيش حد بيسمع اللي هم يعني حتى لونا في العربية داخل لا مش هتسمع الصوت غير في السماعة لازم أركب السماعة لازم تركب السماعة عشان تسمع احنا بس بنركز في تفاصيل لأن كابتن تحسين حكم دولي ودخل تقنية الفار واشتغل في الحاجات اللي زي دي مهم جدا نعرف الجزئيات التقنية دي وإحنا بنتناقش الاتنين بس اللي عندهم القرار هم اللي بيتكلموا وكل بيسمع بس بيسمع من خلال السماعة من خلال السماعة يعني الوقت محمد عادل وميدو سلامة بيراجعوا اللعبة هو كلام الحوار بين محمد عادل وميدو سلامة فقط مايبقاش في اللونج جوه العربية مسموع مايبقاش اللي معاه السماعة بس اللي سامع أي حد بخارج الدائرة بتاعتنا ما بيسمعاش طيب بعد المطش ما بيخلص وانت اشتغلتها بكده ممكن ايفار في بعض المباريات بعد المباراة بتخلص الهارد المتعلق بالمحادثات بينتقل ازاي الهارد ده من الشركة لللجنة او الاتحاد المنطبي هو مين اللي بيستلم احنا ما نعرفش الاتحاد واللجنة عارفين مين اللي بيتروح له الحاجة دي او الهارد ده بيروح لمين عشان بعد كده بتقطع الحالات وانت بتشرح للحكام بتقطع الحالة كل حالة على حد مين بقى اللي راح له لو ده التسريب ده تم انا بنقول للناس عشان نوضح الصورة كاملة الحكام مفيش معهم داتا مفيش معهم هارد الهارد بيتنقل من الشركة للاتحاد الكورة او لجنة الحكام على حسب من المخصص اللي بيستلم الحاجة دي طيب هل الابريتور اللي موجود في عربية الفار ليه دور في نقل الحاجات دي الشركة بقى احنا ما نعرفش مين من الشركة اللي بينقل الحاجة دي او بيودها للاتحاد الكورة الشركة محددة اكيد وليكن مثلا لكبت النصر مثلا مندوب الشركة وفيه مندوب في الاتحاد بيستلم الحاجة دي من المندوب ده للمندوب ده فقط لغير الحكام اللي هجدخل بالقصة بتتنيل خلال فترة زمنية قدية على حسب ما هم عاملين معهم في العادة احنا باصل مثلا في نهاية الاسبوع او كل يوم او كل مباراتين على حسب ما هم البروتوكول بينهم اه يعني متاح ممكن بعض المبارات تتنيل عادي لو هو متفق معاك كده اه لو انا متفق معاه ان انا قبل الديب ريفينج بروح بخلاص لو انا قبل الاجتماع الفني بتاعي بروح انقل قبل الاجتماع لو انا بعد كل مباراة بعد كل مباراة على حسب ما هو متفق معاك هل ممكن لعبة في محادسة فار بتخلص في 30 ثانية ولا على قل بتاخد لها فترة زمنية من 3 الى 4 دقيق على حسب اللعبة على حسب اللعبة هو بيراجع ايه في اللعبة ممكن لعبة تخلص في 30 ثانية ممكن تخلص في 50 ممكن تقعد 5 دايق في الدورة الانجليزية قاعدة 3 دايق قاعدة 3 دايق لازم بتبعت له. إن النهاردة أنا بس عتكاء أكمل الجزاء دي. أحد أعضاء لجنة الحكام صرح بدون ذكر اسمه يعني. في إحدى الإزاعات نقلا عن الزميل كريم رمزي. وقال إن الآيفاب أو الاتحاد الدولي مراقب ومشرف على كل المحادثات. وكأنه بسلا بيبقى شايف وسامع. هل ده حقيقي ولا إزاي؟ طيب. الموضوع سالكة محمد أول. إحنا باننا أربع سنين بنطبق الفوار. هل في الأربع سنين في حالة ثلاثة كان بيعمل إيه؟ كان بيجي له الهارد. الهارد بيجي. بيعمل إيه؟ هو بيأخذ الحركة الجدلية فقط اللي هي عليها مشاكل. ويبتدي مع الـ IT. بيطلعها لليل تحاد على برمانك واتحاد الكرة. والناس كلها بتشوف. ده المنوت المسؤول عن إن هو يخرج تحسين هو مسؤول رئيس لجل الحكام أو مسؤول الفوار. تمام. إذن ما حنرش مشكلة خالص في الأربع سنين ما حصرش الكلام ده كابت. طيب. النهاردة الأيفاب لابد إن هو يبقى متابع جداً ليه. أنت نهاردة بتشتغل في تقنية الفوار. تحاد الدولة بيحاول دايماً يعليها ويعلي من قدرها في الدولة بيتنفذ الفوار. فبالتالي لازم يبقى يكون ركيب لإن ممكن أن تبقى أنت بتطبق غالط. لازم أن نهاردة الأيفاب لازم أن يتابعك واس قوي قوي. وساعد الحالات بتروح له. لكن والحالة شغالة ما فيش جهة أو فكرة أن يكون في تواصل مع تقنية الفوار. بيكون في حالة جدلية بتتبيعها للأيفاب أو هو يطلبها. نعم. أو الأيفاب يطلبها بالزبط كده. إنما الأيفاب بيشوف شغلك خلي بالك وبيديك تقدير عليه بعد كده بيديك أنت هل أنت اشتغلت بشكل صحيح ولا لا. طب تتوقع بعد اللي حصل في محادسة الفوار والكلام اللي حصل في الميديا يومين اللي فاته. الأيفاب ممكن يدخل في الواقاء دي؟ أكيدة أنت النهاردة الأيفاب بيديك التقنية تستخدمها باستخدام صحيح. صح؟ استخدام صحيح. صحيح. ليه صحيح؟ لأنك أنت النهاردة من خلال هذه التقنية أنت النهاردة بتحقق العدالة التحكمية. زي ما قلت لك ممنوع خروج تصريبات المحادثات ما بين الحكم وحكم الفوار. ممنوع تماما إلا من خلال موقع اتحاد الكور. وده اللي كان بيحصل أيام جلاتين بيرج. وده اللي عمله هارد ويب في الاتحاد الإنجليزي. يعني لما نشر المحادثة بتاعت مطشي ليفربول ومانشستر سيتي. هارد ويب كابتن أنا بحييل ليه كابتن. هو كان رئيس تحاد الإنجليزي وعنده قناة وعنده شفافية. فيه خطأ حصل وده اللي احنا بنتكلم فيه. فيه خطأ التحكم حصل. سواء من الفوار أو من الحكم اطلع قول. بكل شفاء الخطأ عند مين؟ وجلات الميرج كان بيعمل كده؟ احنا مجبناش كتير لكابتن محمد. ولكن احنا اول مرة في حياتنا نشوف مكالمة أو تسريب بار بيطلع ليه برة. وبنتكلم النهاردة هل هو صح. هل هو صح طبعا الجهات اللي هي التحقيق هي هتقول الكلام ده. ولكن بنتكلم النهاردة على هزة التحكيم. النهاردة بكرة عندنا دوري. كان بني فيه هزة التحكيم وتحصل بكرة. النهاردة حكام البار بكرة على ضغوط كبيرة جدا جدا. ان هو يتكلم مع الحكم إلا يحصل حد هيتطلع الكلام اللي هو قاله. ولا حد هينشره. فانتنا رضي هزة هزة التحكيم كبيرة جدا 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 لكات المحمد. وده بنقول ايه؟ في البداية قلنا عدم تنظيم اللجنة في شغلها. عدم تحييء العدالة ما بين الحكام. طيب اروح برضو للجهزيات اللي فيها تفاصيل خبرية للمشاهد. هل المحادثات بتاعت الفار في الغرفة أو في العربية. انا كواحد أوبريتور. او كحاكم داخل فار او اي فار. ممكن ادخل بتليفون؟ انا ممنوع. انا بس لك كابتن ناصر برضو اشوف وجهة نظره في الغرفة دي. اشوف يا كابتن. مو هنو بداخل دفون انا انا ممكن حاكم يخش بتدفونه وقفله. عادي. بيش مشكلة بس انا بقول لك كابتن الاجراءات اللي بتتم كابتن محمد. تاني. الشركة المسؤولة عن الفار. الاجراءات على مدار 4 سنين. بتاخد الهارد بعد المباراة. بيسلموا لي لجنة الحكام. إذن الحكام هنا ملاش تاخد. انا بكلمك لده البروتوكول ما بين شركة الفار ولجنة الحكام. تفضل قادي المباراة. ممكن المباراة اخلي بالك لنجو حكام تطلبهاش. فيش فيها ماتش فيها حالات. ولكن الهارد اللي فيه حالات جدلية وفيه حاجات ما بين الحاكم الفار لازم ان تتراجع. تراجع ليه؟ لان لجنة الحكام عاوزة تشوف من صح ومن غلط. وبالتالي عشان تيجي في الاجتماع الفني تحلل الحالات التحكمية تقول محمد سعيد حاكم فار استطاعها كان صحيح. محمد سعيد كان غلط. نصر عباس لما راح لمحمد سعيد عشان يشوف الحالة رجع بقرار خاطئ. هنا بيدي في التقييم درجة. هل الفار صحيح؟ بيديك درجة. هل نصر عباس راح نفذ غلط؟ بيديك درجة أقال. ده المنوت بإني أبعت الهارد اللي لجنة الحكام. ده المنوت دي عشان يستخدم فيه شغل وتطوير لجنة الحكام جديد محمد. طيب كابتن تحسين أرجع لك تاني. تفكر. المباراة اتلعبت مثلا سيهي يوم السبت. تبايا. الكلام والتسريب طلع اتقال يوم الحد. الاجتماع الفني اتعامل يوم الاتنين. هناك أنت راجل حكم وعندك خبرات في الجزئية دي. لجنة الحكام درها ايه في الملف زي ده؟ والمفروض كانت تتخذ قرارات ايه في القضية دي؟ لو التسريب ده صحيح. أنا عرفت أن اللجنة الحكام حاولت تقم الحكام للتحقيق. بيتحققوا عشان ايه؟ لا هو كابتن بس بعد يزنك هو مشكل تحقيق. هو جلسة استماعها. جلسة استماعها. جلسة استماعها لمحمد عادل. ماشي. لا لكل طيب. سمع الناس. جلسة الاستماع ده عشان ايه؟ عشان يشوف انت قلت ايه او انت اتكلمت مع مين او. لما طلع التسريب دلوقتي مكالمة صوتية. لو التسريب ده صحيح كرسة. لو ده صحيح. لو التسريب ده ده اللي تم في الغرفة فعلا فدي كرسة. مين بقى يدفع او من يتحمل مسؤولية الكرسة اللي حصلت؟ احنا قلنا دلوقتي ان الشركة من الشركة للاتحاق. طب دلوقتي لما انت حققت مع الحكام وانت متأكد مليون في المية ان الحكام مش هطلع تسريب. طيب بص نعايز. فايه نتيجة التحييل تكمل؟ لحظة بس عشان معنا على الشاشة خبر على القاهرة 24. نص اقوال الحكم الدولي محمد عادل امام جهة التحييل. ده خاص للقاهرة 24. ده لسه نازل حالا يا جماعة صح؟ اه. التسجيل الذي تمت ازعته مفبرك تماما وليس صوتي. برنامج الكرة مع فاي شكك في زمتي وشهر به ونشر كلاما عكس التسريب. البرنامج اتهمني بانني تعمدت مرح الفوز للزمالك امام البنك الاهلي. اه. انا عايز اوصل عند الجملة الاخيرة. يعني القصة ضربة الجزاء ومش ضربة جزاء. يعني انتو شايفين تعليقكم على الكلام ده ايه؟ طيب هو ممكن دلوقتي اتحاد الكرة او لجنة الحكام تنزل على موقع الاتحاد نص المحادسة. وعلى فكرة ده مش ممنوع. بقى أنا لسه مديم مسألة حالي. يعني ده مش ممنوع. لا ما ماركي كان عندنا بيزيع المحادسة. وماركي عمل كده. كان على موقع الاتحاد. هل احنا عندنا دلوقتي نقدر نقطع الشك باليقين ونزيع المحادسة دي؟ ما ده السؤال انا سألته فين الاتحاد وفين اللجنة؟ ما هو احنا عاوزين تحقيق كامل غير منقوص شامل للوقع كلها على بعضها. تجمع النص المحادسة هو للرأي العام. لان الوقت احنا خلنا مقتنعين ان احنا بقينا في قضية رأي عام. ده حقيق. وبقينا النهاردة حاجة بتضر صناعة كرة القدم في مصر. وحاجة بتهدد اهم مسابقة عندك مسابقة الدور الممتاز. ونس وفرق دفعة وأندية صرفة وانت النهاردة العنصر الاساسي هو التحكيم. انا النهاردة بضر بالتحكيم بان انا مش عاوز ازيع المحادسة. ما تزيع المحادسة. ايه المشكلة ان انا زيع المحادسة؟ ما ماركي كان بيزعها وانحنا كلنا مقتنعين ازعيتها ما فيش فاقه مخالفة. طلعنانا المحادسة الاصلية. اكيد وعند الاتحاد عنده الارض. وعند اللجنة وعند الاتحاد. وعند الارض. ما تزيع المحادسة الاصلية. وقرن بالتنين. طيح حصل لو لا ما حصلش. طيب قبط النصر. تسريف في حد ذاتها وكأني انا مثلا. اه. ليه قناعات انها مش ضرب الجزاء وحسبتها ضرب الجزاء. من اللي انت سمعته. شايف ايه. شوفك انا حمد. هو ما قاله ان محمد راح. خلننا نتكلم بقى في صراح. راح لمحمد ميده وقال له. العبارة الشهيرة دي الكرة ردة من الارض اليد اللي عاد. معنى كده ان هنا مفيش مخالفة. طيب السؤال. هو محمد عادل لما راح لميده. قال له اه انت عندك حق دركة. دي مش راكل الجزاء. يعني قال له لا دي مش راكل الجزاء. خرر واضح ورجع حسب راكل الجزاء. ده السؤال. يعني انا رحت للفار. انا ناغر عباس رحت للفار. وقالت له الله. يا ميدو دي مفيش فيه راكل الجزاء خالص. لان اعتبارات لمسة اليد كده محمد موجودة. فبقول له اعتبارات في كذا او كذا او كذا. خلاص يا ماميدو انا مش حسب راكل الجزاء. لو قال له الكلام ده. وطلع فيه التسريب. إن أنا قلت للحكم الفار إن أنا مش مقتنع نتيجة الاعتبارات اللي أنا مقتنع بيها ورجعت أنا أقول لك معلومة معلومة وأنا معلومة واثق منها بنسبة 100% حكم المباراة مداش قرار لحكم الفار مخالفة للبروتوكول على فكرة ما أنت وزبرش عليا صف ما زبرش عليا لازم يضي قرار أقول لك بص كات إيه هو البروتوكول أنا حكم البرارة واحدة واحدة وإنت محمد أنت حكم الفار احتمالي يترك الجزاء أنا ما حسبتهاش في الكمانيكيشن بتقول لي يا ناصر في احتمالي ترك الجزاء من فضلك تعال أقرب توقف وقف أو لما كرة تخرج تعال لي فبتنقش معك أقول لك أنا في الملعب شفتها يا محمد شفتها واحدة اتنين ثلاثة تقول لي لا تعال شفها لأن فيه جديد في اللعب يعني الصورة اللي انت شفتها في الملعب مغيرة علنة عندي على الفار فتعال يا محمد تعال وصرع بس شوف الحالة بعينك أنا بروح أقول لك الدين الزوادي والدين الزوادي وبتشوف الزوادي أنا بقتنع بأنك أنت جبتني صح وبالتالي برجع أقول لك يا محمد شكرا فعلا أنت جبتني والقرار الصحيح أنا أحسب لك لازم أقول لازم يقول كده لازم أقول لفار قبل ما غادر الشاشة قبل ما غادر الشاشة وروح للملعب لازم يدي له قرار أقول لك محمد أنا خلاص مقتنع فعلا راك الجزاء برجع أحسب لك طيب اللي إحنا سمعناه يخرب بيتك يا ميدو مثلا يعني اللي تقالي يا ابني دي جاية من الأرض لإيدو ده مش ده قرار دي منعشة دي منعشة دي منعشة دي منعشة ليه؟ ليه بس كده في عدنا لبس بنشرح للناس التفاصيل عشان نستبقى عارفة يا جماعة في فرق محمد أنا لما أقول فعلا ميدو أنا غلطان في الملعب أنا هرجع أحسب لك الجزاء رجع محمد عادل ما حسبش خد الكرة اللي هو خده الأول أو العكس يميدو لأ يميدو أنا أنا فعلا مش مقتنع يعني دي راك الجزاء خالص لأن أنا معيري يا محمد معيري أن الكرة في وضع اليد في اللعبة دي لعب حركة جسم اللعب في الإيد أنا بقول اللعب يمشي مفيش فهم لو محمد النهاردة عادل قال له لأ كيش فيها أبدا راك الجزاء ده ما حصلش في الفيديو وأنا قراري صح تمام ورجع حسب راك الجزاء لا هنا في مشكلة هو بس تماعي انت وصله ولا مش وصل محمد أنا المفترض يروح للفار أشوف بعناي لابد وقبل مطلع من عند الفار أقوله أنا هحسب كذا لازم يقوله القرار أسمع أسمع تحسين طف لمحمد رجع أراح المال عبر أطول أوضح دي بعد إذن حمد هو برضو اعتراض محمد أو اعتراضنا كلنا أن الفيس أو التسجيل اللي ظهر مقطوع منه بزي أنت حاس أن الكلام نفسه لا مش راكب معه هو دلوقتي أنا بتناقش لأن الحالة دي فها حالتين لمسة يد فها حالتين لمسة يد مش اللي تردت من الأرض لا في واحدة قبلها كمان محمد بيتكلم على اللي من الأرض لإيده أنت كليلت مع كابتل محمد عادل لا أنا بيتكلم اللي أنا سمعته أنا سمعت أنا كمان هو بيتكلم دلوقتي اللي قص من أول محمد مش مقتنع بالتانية ممكن يكون مقتنع بالأولاني حضرتك دلوقتي هو بيدي اعتبارات دلوقتي على لمسة اليد التانية تمام إن هي جاء من الأرض الإيد مبررة إذن ما فيش مخلفة فيه لمسة قطع هنا التسجيل قطع هنا هنا دلوقتي احنا لسه ما كملناش مراجعة الحالة كاملة أنا برجع للحالة اللي قابله في حالة اللي لازم الحكم قبل ما قبل ما غادر الشاشة خلاص أنا هرجع دلوقتي براكل الجزاء اعتباراتها واحد اتنين ثلاثة دي كده تعتبر يعني دي الصورة محام اه اتفضل حاولك نعم اتفضل مش هنتفقل إن محادثات الحكم والفار الآيفاب بيشوفها وبيسمحها لاجئة الحكام لازم انتشوف وتقول الحكم وهو ماشي تب الصورة اللي قدرنا دي ايه تب الصورة اللي قدرنا دي ايه لمسة اليد الأولى ولا دي التانية دي التانية دي تانية دي لمسة اليد التانية دي التانية ايوة في لمسة اليد قبل بي انت عندكم قناعات او من خلال تواصلكم مع الكابتن عادي اللي هو حاسب على الأولى احنا دلوقتي الحالة ما كاملتش انا عندي قناعات انه هو حاسب على الأولى واولا الاولى والتانية ما فيش فاهم خلف احنا خلنا بقى القرار لا تجوزي تحكيمي تاني احنا الوقتي في انا عندي دلوقتي مبررات انه هو حاسب على الأولى بس مش معنى كده ان انا مقتنع بالقرار قصة بقى صح القرار او غلط دلقصة تانية بس انت عندك مبررات انه هو حاسب على الأولى بدليل ان التسجيل ما كملش لمراجعة اللعبة التانية الأولى هو جاب من الآخر في نفس السياق النهاردة فتواتلت كاسة على مكانت الحاكم بيروح للفار بيقولوا انه هاحسب كذا وبيرجع في الملعب في الملعب جميعا الدنيا سهلة بيرجع للجماهير صح ويشرح القرار الدنيا جميلة جدا صح قبل ما اشرح لجميل لازم ان الحكم يعرف انا خدت قرار ايه ودفل بروتوكول ليه 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 لان انا كلاجل الحكام بتحدي انجليزيا وتحدي المصري بتيجي تقول فعلا هو اقتنع بكلام الفار واخد بقراره وبالتالي كل دايك محاسس ديت متسجلة عشان نشوف مين صح ومين غلط احنا دلوقتي برضو امام حالة سريع الحالة دي بتشكك او بتقلل او بتضعي في التحكم المصري احنا عايزين نعرف مين المتسبب في اللغة اللي احنا وصلنا ليه لا مهو بصو احنا عايزين نعرف حكتين القرار كان بناء على ايه عشان نعرف هل القناعات تغيرت باحتساب ركل الجزاوة ولا اقا ده جزئية مهمة جدا على فكرة والحاجة التانية قصة بقى ده طلقت ازاي ده يخص جهات التحييق واكيد لا نتدخل في هذه الجزئيات وانا اعرف اكيد في الايام اللي جاية نتيجة ان فيه بلاغات النهاردة رسميا هنعرف بقى بعدها جهات التحييق تستدعمين وتحقق وتشوف كل التفاصيل دي لسه الحوار مستمر ولسه عندي تفاصيل تانية ولسه عندي مناقشات في قرارات ومواقف تم اعلانها بالامس كل ده ولكن بعد الفصل دلوقتي عندنا سؤال مهم بقرة انطلاق مباريات الاسبوع التاني للدور العام في ظل اللغة اللي موجودة كابتن تحسين أبو السادات في ظل اللغة اللي موجودة الحكام بقرة هتنزل الملعة بتحكم ازاي في ظل ان فيه لجنة لا خدرة قرار ولا قالت موقفها ولا ثابتة صحة اللي بيحصل ده صحة ولا غلط رأيك ايه كنا منتظرين قرار سريع من اللجنة اللي توضيح للرأي العام او مؤتمر صحفي يعني الناس يعني مش عارف الناس دي فين خلاص ولكن مفروض ان فيه قرار اصطباقي بقى من اتحاد الكورة دلوقتي حالا بقالة اللجنة بجميع أفرادها قالة لجنة الحكام قالة لجنة الحكام وتعيين لجنة انقاذ الدوري لجنة حكام لانقاذ الدوري الدور المصري الدور المصري في خطر ولو الناس مش مقتنعة الشارع مقتنع وكل القائمين على صناعة كورة القدم مقتنعين بكده معدل المسؤولين عن لجنة الحكام او المسؤولين في اتحاد الكورة يعني ده قرار رؤيتك للمشهد قارة لجنة الحكام دلوقتي قرار سريع لانقاذ الدوري وده جرس انذار ونقوص خطر بيدق لهدم الدوري المصري ولصناعة كورة القدم في مصر يجب اقالة لجنة الحكام قرارات قوية لازم تتاخذ دلوقتي حالا النهاردة احنا وصلنا الناس كانت بتقول ان الحكام مش بيحبوا بعض وبيهجموا الناس اللي بره بيتهاجم الناس اللي جوه النهاردة فيه بلغات امام النائب العام خرجنا بره اتار الملع خلاص احنا دلوقتي هل بعد ما وصلنا في النيابة وبلغات ومحاضر رسمية وتفريغ واصوات الصوت وتسجيلات الحكام هينزل يحكم ازاي هحكم ازاي هنزل الملعب ازاي دلوقتي وانا ممكن بعد عشر داي بعد نهاية المباراة يطلع تفريغ صوت ليه اه ده على فكرة موضوع يعني مهم جدا الناس لسه مركزتش مركزتش فيه ممكن يحصل احنا دلوقتي انا ممكن بشرح لزميل الحالة او بنحل الحالة وانا 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 دلوقتي عكسه قراره وممكن بعد عشر داي يطلع عبده بقى احسبها اه تعالى بقى انت كنت بتقولك ايه تعالى اسمع تعالى القرار ايه طب انت عكس ايه طب النادي ايه طب انكس طب انكس لا بيثقة في الناس اللي بتدير خلاص انت انا انا معدش عارف مين صرب دلوقتي اه انا عندي الرأي العام منقسم هل هل مش عاوز مش عاوز اذكر اسماء ومش عاوزين نقول ولكن بكرارها تاني اللي هارض بيتنقل من الشركة للجنة الحكام الحكام خارج الدائرة دي نهائي لو فيه تسريبات مش من الحكام طيب المسؤول عن التسريب ده حقيق عاجل يظهر للرأي العام يشطب حالا اه ما حننسيب دل جات التحيبة اللي تثبت عليه حالة التسريب يشطب من مجال كورت القدم من سجلات الاتحاد المصر كورت القدم سؤال تحسين بس في نفس الموضوع كبت حسين انت قلت رأيك طبعا ورأيك طبعا يحترم طب انت قلت يكرت لجنة الحكام بالكامل وانحنا عندنا دور بكرة طيب هل هبقى حدي فيه موجود يدير ولا انت قلت تعيين لجنة يا كابتن تعيين لجنة دلوقتي ده المهم لجنة حكام اي بقى انت بتقول الوقتي هنشيل لجنة حكامك بالكامل هل انت عندك الاشخاص اللي قدروا في الفترة ديت ينقذوا الدورة زي ما انت بتقول لو عندك قولي اسمعهم عندنا كفاءات عندنا سامير عثمان عندنا ياسر عبرقوف عندنا جات جريشة عندنا شريف صلاح عندنا عندنا الناس تقدر تنقذ دلوقتي حالا من دلوقتي حالا يستلموا الملفات يا كابتن لو انت بتعمل صناعة كرة قدم لازم لجنة متفرغة لتحكيم كابتن تحسين كل الاسماء اللي ذكرتها ممتازة ولهم خبرات كبيرة بنحترمهم جميعا احنا مش بنزكي حد على حد على فكرة احنا بس بنتكلم المفروض يحصل ايه الخطوة اللي جاية ايه مع كامل احترام الكل اللي موجودين بس بعد المشهد ده كله خبير اجنب يا كابتن نصر كابتن احنا بنقول ده دولة يعني دولات اللجنة انقص لفترة معينة خبير اجنبي يا كابتن نصر ايوه من هقول لك كابتن محمد ايوه خبير مش هيجي بكرة اسم محمد خبير مش ليه بكرة هقول لك خبير اجنبي ييجي ييجي ده مش ييجي لوحده انا على مسئولتي خبير اجنبي بمسؤول فار لو قدر ييجي معه مسؤول اداري يعني اداري ايه يعني يبقى مسؤول عدتها كلها وتتنظم الداتة كلها من جديد يعني من شغل جديد حتى اللي موجود يتعلم منه مش عيب كابتن نبقى رئيس لجنة حكام اجنبي مسؤول فار اجنبي معهم تاني اسسي يشتغل في الناحية الادارية مهم جدا 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 تلاتة على وجه السرعة من النهاردة ولما يطلع لك حد يقول لك انتو كانت تتكلموا في قصة الاجانب ما الانتهي هي السبب في اللي حصل ده واللي وصلنا له ده بسبب الموضوع انه في حكام اجانب او خبراء اجانب هم اللي بجيروا التحكيم تعليق ايه سؤالك مهم جدا جدا وهجواب عليه بكل الصراحة لا ده البعض تلاتة قالك الحكام مش مسنودة ومحدش بوقف معها طب الموقف اللي حصل دوت هو احنا الاعلام سبب فيه لا الاندية سبب فيه خالص الاندية قبل الصبر وبقول تاني وقفت مع الحكام وقفة كبيرة جدا جدا انه عاميته سندت على رسوم النادي الاهلي النادي الاهلي كان اول نادي قال انا مع حكام مصر انما لما النهاردة احصل في اول اسبوع احصل الكارثة دي انا النهاردة انا اللي هي زنب يا نادي قانمي الزنب ولكن بقول ايه البعض اللي قال اللي الاندية هي اللي عامنا مشاكل للتحكيم مش هقول الكلمة التانية اللي اتقالت كلمة هو اخر رئيس لجلة حكام مصر في التحكيم مش هقول الكلمة التانية طب تعال أقول لك على حاجة وانت صديق لي وعزيزي اشتغلت معاك وطبعا لك كل الاحترام والتقدير كابتون عصام عفتاح اشتغلنا مع بعض وسافرنا مع بعض كحكام وكلجنة الحكام كابتون عصام كنت تتمنى منك حضرتك وانت في القضية اللي احنا في القضية دي القضية الكبيرة اللي هي واخد كل الرأي العام تطلع تتكلم تقول رأيك فيها تقول ايه الحل فيها بدل ما تقول الاندية لا كابتون عصام انت النهاردة في معسكر حكام النغبة عزيزي اقول لك انت ما كانش عندك ادوات تشغل بها عصام ما كانش عندك ادوات تطور بها ده الحكم وانت كنت موجود كان عندك يومين اولا فيه فوق ما اشتغلش ملعب تعال وريك التطوير لو عندنا التطوير اقول لك التطوير بتعمل ازاي كابتون محمد كابتون عصام ارجوك سيبك من الاندية ما تركس مع الاندية الاندية ليها مجال صدرت والاندية ليها اتحاد كرة هو اللي تكلم مش انت ولكن انت نستفيد منك في تطوير اداء التحكيم اتكلمنا في المشكلة تتعالج ازاي كان نفسي عصام تتكلم في المشكلة من روحشي بقى الاندية ونقول الاندية سبب ونحط شماعتنا على الاندية اللي حصل النهاردة الاندية ليس لها داخل الاعلام ليس لها هو داخل عشان الناس تبقى واضحة اللي حصل النهاردة حالة عملت تسريب عملت مشكلة الحكام مش بشيلهم الليلة ولكن انا النهاردة استحالة بكرة في دوري ننقذ بكرة ازاي بكرة قنا نحلناه أتنا ولكن أنا أتكلم على من يتكلم عن التطوير لابد أنك أنت النهاردة تساعد حكامك على أن هما يتطوروا من أدائهم كانت ان مطلوبش من حاكمي حاجة وأنا أصلاً لابد أن أنا أطور من نفسي الأول لابد أن أنا كمسئول أطور من أدائي النهاردة Hanni best at conflacy لحد الوقت كل يوم أفتح قانون وذاكر مش عيب ليه مش عيب يعني أن كل يوم في القانون في جديد النهاردة لابد أنك أنت كمسئول تكون بتطور من نفسك عشان تبقى مقنع للحكم بتوعك النهاردة لما بتوقف محمد سعيد مع الحكام عارف محمد سعيد عارف شخصيته عارف بيقول ايه عارف ليقولش ايه انما النهاردة باسمع كلام من هنا كلام من هنا الدنيا نابد ان يكون فيها شغل بجد شغل التحكمة جامعة مش تهريج النهاردة شغل التحكم بروفيشنا ما اجيش ا mentis عمدسعتين في لجنة وروح ما اجيش اروح الشغلي هناك وارجع اخر النهار كلام ده مش موجود في التحكيم اللي عاود الشغل في تحكيم الجماعة لازم أن يعرق ويتعب عشان يبقى لأي لا تأكد حلوة أول موضوع ده خلينا أسأل كابتن تحسين جزئية مهمة جدا هو ينفع يتعين منصق فني أو مدير فني في رجلة الحكام وهو مش محاضر؟ كابتن هو حتى أنت لو معين مدير فني المدير فني مالوش علاقة بالشغل لا توزيع متشاط أنا ماشي مش بكلم عن التعينات أنا عارف أنه مالوش علاقة بالأمور الإدارية ولا التعينات سأتكلم في نقطة فنية محاضر؟ وفين القرار؟ اعتبر أنه فيه قرار؟ تمام ينفع؟ ولا ما ينفعش؟ لا ما ينفعش طبعا لازم يكون محاضر؟ لازم يكون محاضر عشان يبقى محاضر لازم ياخد إيه ويبقى إيه؟ حاكم بس؟ لا بفيه كرسات للمحاضرين فيه أرازم تشرح للناس يعني ناس تقعارفها دورات للمحاضرين لازم أنت تبقى أخذ شهادات من الاتحاد الدولي ومن الاتحاد أفريقي لازم تبقى أنت فيه زي ما أنت خدت وانت حكم بتتدرج مثلا في حاجات معينة دورات معينة لازم الدورات دي كمان على مستوى المحاضرين أنت تأخذها؟ طيب رخصة معك أن أنت محاضر في الاتحاد الدولي والأفريقي؟ طيب ولو تم تعيين منصق ومش محاضر طيب ممكن أتكلم؟ اتفضل بوسي كابتن محمد البعض أعلم أن بفكتور جوميز خلص تحكمه وانت فوق ماسك أن يدعني ذلك الحكام في أفريقيا وأهدت للجن BROWN حكام في جنوب أفريقي جوروم تعاين في لجن حكام في أفريقي جوروم دعم جوروم كان معه في كورس في الاتحاد الفرق 2017 كن معاه موجود لما بطل اشتغل خد كورس تحت35 يجب أن يجب أن تح 1973 يجب أن يأخذ كورسات في توفير 아주 أيضا جوروم أفريقيا اللي هو بيكتور جوميز حضر في كرسي بتحاد دولي أعلى كرسي خده قبل ما يمسك في لجنته أنا شفته في أسبانيا كان هو أوتامر دوري وكان هو أوتامر دوري لو السورة معنا ياريت نطلعها كان بيكتور جوميز يعني أنا النهاردة لابد أن أنا أكون مؤهل قبل ما أكون محاضر دي مش عيب ومازلنا حتى الآن وإحنا في السنة ده إحنا لازم نطور من هذا ده بس العيب هنا بقى صورناه في لحظة هديد مساحة بس العيب للاتحاد يعين حد في المكان ده وهو مش مؤهل أنا بقول يا كابتن البعض كان بيقول أنه ضرب المسألة بيكتور جوميز بيكتور جوميز مع بيكتور جوميز خد دراسات خد كرسات راح وبعدين بيكتور جوميز النهاردة منتكلم في حكم جنوب أفريقيا ده حكم كان أفضلت حكم في أفريقيا مظبوط يعني أنا مش معنى أي تجربة في حتة أنا أخدها تبقها لأ منتكلم عصام خد كرسات سيد مرد خد كرسات أنا خدت كرسات أبو العلق هكذا ما بيجيش من فرغ يا كابتن أنا ما ينفعش من النهاردة أبقى محاضر ومسؤول مسؤول ما احترامي لكل الناس كل الناس لابد زي ما قلت لك أطور من أداء نفسي هي العملية كابتن محمد إيه العملية أصلا بمعايير العملية أن أنا بحاضر حكام دوليين بيروحوا إتحاد الفريقيا بيسمعوا كلام بيسمعوا كلام بيسمعوا كلام في إتحاد الفريقيا تقدر تقول لحضرتك الحكام بيغض تعلمات ومشي أنا قلت له الأول تحسين أنا قلت لك في الأول محمد فروغ راح للسوس جمال قال له إيه قال له حطي لي تشكيل لجل الحكام والأعضاء معايا ما قدمش سألته دي يا كابتن نصر أنا طلبك مرفوض طلبك طلبك مرفوض قدم السألته ومشي طلبك مرفوض طلبك مرفوض يعني أنت عارس محمد فروغ قدم سألته ومشي؟ ما لعمل إيه؟ طيب يعني حضراتك دلوقتي أنا قدمت طلباتي هاي وما تحقيقتش الطلبات دي على التربيزة هشتغل قبل تشتغل تحمل النتيجة النتيجة اللي احنا وصلنا لها دلوقتي تقدر تقول لحضرتك دلوقتي الحكام بتاخد تعليماتها من مين؟ تقدر تقول للحكام تلقت في العلام إزاي؟ تقدر تقول للحكام تلقت في العلام إزاي وعندهم بطولة مجمعة تقدر تقول الآضاء لجنب يطلع براية يوام هنا وهنا لي في الاتحاد وكورة كابتين ما فيش بطولة روحناها وتقدر تنزل صورة لك على الفيسبوك صورة ممنوعة لك انت لا في اختبار ولا في اوتوبيس ولا في غرفة ولا في أي مكان ولا في ملعب ولا في أي مكان لا تنزلاش ممنوعة ممنوع تنزل صورتها كنت في البطولة انت حضرت بطولات كتير تحسين ايوة طبعا حضرت مع الكاف وحضرت مع اتحاد الدولي كان ايه اللي بيحصل في اللي ما فيش كله قافل على نفسه ومزركز في البطولة وفقط بالزبط ممنوع لتصريح ولا بقولك صورة مش تطلع تتكلم في تلفزيون طب لو حصل لك انت تطلع على الصورة ايه اللي يحصل تتوقف تمشي في البطول تمشي في البطولة أه ألف سلام شكر بالزبط انت الراجل مش مركز معنا انت تتركز في حاجة تانية مش مركز في البطول طيب عندك فكرة مين اللي بيعمل تعينات الدوري دلوقتي محدش يعرف محدش يعرف مين الرئيس اللجنة حضرك تقدروا لي من الرئيس اللجنة أنا شايف التلاتة بيديروا لجنة كابتن ما هو دي نشكنا ما هو لما راح قال لهم ايه لو اختلفنا محمد بيقول له طيب حطني أنا كمسؤول بحس ان أنا أشتغل قالوا لأ انتو التلاتة ديروا طيب ديروا ازاي لجنة حكام مصر التلاتة بيدروها عشان وقتنا بيخلص كلمة سريعة كلمة سريعة زي ما قالت حسين أنا من وجهة نظر كابتن أنه عندنا أزمة جديرة جدا جدا أولا سكت الحكام مفقودة نتيجة اللي حصل تمام وهنا لابد أن يكون في قناعات للحكام تشكيل لجنة الحكام جديدة تماما 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 مع ترامل كل الموجود وفيها عندنا ناس كتيرة تقدر تمشي الفترة دي لحين التعاقد مع الخبير أجنبي على مستوى عالي شخصيا وفنيا ومعها فريق عمل يشتغل ده مهم جدا شكرا كابتن تحسين سيئة كلام لازم لجنة حكام تتعين دلوقت حالا ولائحيا ما فيش حد يقول لائحيا ممنوع لبداليل أن انت جبت مدرين فنيين للمنتخب واتعاقدت على مدة أطول من مدة مجلس الإدارة بعد ما خدت الموافقات عليها فمن دلوقتي حالا لازم عشان تنقذ الدور المتزم لجنة حكام شكرا جزيلا كابتن تحسين شكرا جزيلا كابتن ناصر عباس يمكن حاولنا قدر الإمكان نقرب الصورة للمشاهد اللي قاعد في البيت عايز يعرف هو إلي بيحصل تقنية الفار بتشتغل إزاي هل ممكن يبقى فيه متاح أن يكون معك أدوات جوه الغرفة تسجل بيها ولا لأ التسجيلات دي بتطلع إزاي الايفاب دوره إيه الاتحاد موقفه إيه اللجنة بتشتغل إزاي هل كل الأزمات دي سببها مين احنا هنا دورنا نوصل للحقيقة ونعرف كل السادة المشاهدين المشهد التنظيمي ده للقرى المصرية ولجمة الحكام مين المسؤول عنها مين المتسبب في المشهد ده وكمان الحالة التحكمية الجدلية اللي حصلت في مباراة الزمالك والبنك الأهلي نتيجتها إيه بعد اللي حصل في المحادسة إذا كانت صحيحة طب لو كانت خطيئة مين هيتسبب أو مين هيتحاسب على اللي حصل ده دورنا هنا نوصل للحقيقة لأن هدفنا إن المنظومة دي تشتغل بنزاهة بشفافية وقلنا أدلة بما يحدث في البريمير ليج في الدور الإنجليزي وفي النهاية موقف الأهلي كان واضح من أول يوم الدعم للحكام وللمنظومة ولكن أول ما شاف الخطأ قال لك لا احنا تكلمنا وطلبنا فدلوقتي هيبقى فيه استعجال لتنفيذ هذه المطالب من أجل هذه المنظومة إن هي تنجح لكل الأندية مش لنادي واحد بس في الختام بشكر حضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة وبإذن الله مستمرين في هذا الملف بشكل إسبوعي وبشكل دوري لمناشية ملفات التحكيم من خلال فقرة الفار في برنامج الترين شكرا لحضراتكم وإلى اللقاء شكرا للمشاهدة